السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي سلبيات التعلم عن بود؟ بداية التعلم عن بود غير مناسب لتنمية مهارات الاتصال في التعلم عن بعد يكون الاتصال الشخصي للطلاب مع بعضهم البعض ومع المعلمين ضائلا جدا إن وجد ذلك أيضا فإن هذا النوع من التواصل والتدريب والتعلم غير مناسب لتطوير مهارات الاتصال والثقة ومهارات التواصل الاجتماعي وإضا نقص المعرفة العملية من الصعب تدريس التخصصات التي تتضمن عددا كبيرا من التمارين العملية عن بود حتى أجهزة المحاكية الأكثر حداثة لن تحل محل أطباء المستقبل أو معلمي الممارسة الطبيعية وإضا كما نعلم بأن هذا الأمر يعتبر أمرا سيئا نظرا لقلة الأجهزة الإلكترونية التي تتواجد في المنازل وإضا ضعف الإنترنت أو عدم تواجدها عند الكثير من الأشخاص فهذه تسبب مشكلتين رئيسية وكبيرة جدا جدا ومعيقة أمام الطلاب وإضا كما نعلم بأن عملية التعليم عن بود غير مشجعة أبدا للطلاب في المنزل فهم لا يشعرون أنهم في المدرسة فبالتالي هذا يؤثر بشكل سلبي جدا